فيما كان المنتفضون في مدن وسط وجنوبي العراق يؤكدون على استمرار التظاهرات ويضعون المواثيق على المواصلة والمرابطة تحسبا لمحاولة السلطات الحكومية وميليشياتها رفع واتيرة القمع إلى مستوى أعلى حذر المتظاهرون من محاولات التشويش على التظاهرات عبر طرح أسماء ناشطين لرئاسة الحكومة المؤقتة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت إن الدعاء بعض الشخصيات ترشيح ساحات الاعتصام لها لتولي رئاسة الحكومة هو انحراف خطير عن مسار الثورة ولا ينسجم مع مبادئها والقصد منه إيقاع الفتنة بين المتظاهرين مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يدعون أنهم مرشحوا المتظاهرين وقعوا ضحية مؤامرة إيرانية خبيثة وتوريط من أحزاب وميليشيات تلطخت أياديها بدماء المتظاهرين الناشطون يؤكدون أن رفض طرح أسماء ساحات التظاهرات للمناصب السياسية هو رفض لأن يزج المتظاهرون أنفسهم في العملية السياسية التي وصلت أساسا إلى طريق مسدود فلا يمكن لمستقل أن يحقق شيئا في ظل جيوش من الميليشيات ومافيات الفساد والأحزاب المتنفذة ودولة عميقة مدعومة من طهران أو بالأحرى تمثل إيران نفسها خصوصا إذا كان هناك من اتخذ قرار مسبقا بإفشاله وبالتالي سيحسب الفشل على المنتفضين وفي سياق التأكيد على الثبات على مسار الثورة وقع عشرات الألاف من متظاهري ثورة تشرين في ساحات وميادين التظاهرات على وثيقة أطلق عليها اسم وثيقة العهد على مواصلة التظاهرات ناشطون أكدوا أن الوثيقة هي خطوة استباقية بعد معلومات مسربة حول نية سلطة تصعيد القمع وإعادة الاعتقالات مجددا وهو ما يجري فعلا في ساحات الاعتصام ببغداد والمحافظات كما أكد الناشطون أن التظاهرات ستستمر ووقودها والإيمان الكامل بأنها إذا فشلت فإن أحزاب السلطة ستواصل تقزيم العراق بالفساد والطائفية والتبعية وتتمادى في الانتقام من أهل العراق الذين خرجوا أو أيدوا ثورة تشرين